يعني أنت عندك لما تقول عندك جرعتين ما أخذين واحد وسبعة بالعشر مليون لو بدأ أقول هذولا أنا من أربع ونصف مليون بدأسعالهم يعني ثلاثين في المية فمعناته بتكفنيش عشان أبني عليها قرار وبناء علي خليه يكون ثلاثين في المية منهم مطاعمين إذن ستين في المية سبعين في المية من الناس اللي بدخلوا المسلشفاتهم مش مطاعمين أو مطاعم جرعة أولى وبناء علي يعني هي نسبة وتناسبة أنت اللي بتمثله في الأفرج قد تكون محافظة أقل أو محافظة أكثر وبناء علي إحنا بنتطلع على الوسط هو اللي بشغلنا لما نتجي نتطلع على معدلات الاشغال بالوسط هي اللي بتقول لي في العزل تساطاش في المية وثلاثة وعشرين في المية في الحالات العناي الحثيثي وتسعة في المية في أجهزة التنفس اللي هو رقمنا هذا الرقم اللي أنا ما بدي يطلع هذا بيحركني هذا الحمد لله يعني ثابت وعماله ثابت صار له من ست سبع ثمان أسابيع وبجوز الوزير حكى كمان مرة أن احنا أضفنا خمسمائة سرير إضافية على الأسرة اللي عنا تحسوا من فيما لو فعشانيك أنا لما أجي بنتطلع على صيف آمن لا ما كسرنا نظرية الصيف الآمن موجودة لواحد تسعة لسة بدري احنا بسبعة بثمانية موجودة يعني وما أعتقد لو بدها يعني خلينا أقول لو النية مش متوفرة مش مزبوطة كان مش هلا يعني وقته للأرقام كان بيجي بعمل وفوجة هذا أرقام حقيقية هذا أرقام رصد أرقام قديش بيطلع عندك قديش بيطلع لأنه احنا بجوز من البداية انت شو لم السلالة بتدور عليها قديش سرعة انتشارها أسرع أسرع الضعف من الأم قديش هي شدتها هي شديدة لكن هي مش قاتلة لكن هي لأنه بتنتشر كثير بتولد حالات أكثر من غير المطعمين هلا انك انت بتكتشفها المختبر بكتشفها يعني عمانا بنكتشف بفحوصات مخبرية موجودة متوفرة عندنا الدلتة موجودة بنكتشفها وبناء علي انت قادر على التعامل بكشف وبكر لهذه السلالة بنين مبكر أن نقول أن النصطرح صيف آمن جدا مبكر تماما يعني ان شاء الله أنه هذه تكون أرقام يعني لأسباب معينة هفوات صارت في قبل عشر تيام قبل عشرين وأنها تنصلح الأرقام في نهاية الأسبوع اللي هو ثمانة عشر أسألك سؤال واضح نعم وهذا سألته أكثر مرة وأنا مش عم بجيني منكم جواب واضح لي الكيان الاحتلال أكثر نسبة تطعيم في العالم ممكن ما خلوش صح ومع ذلك مهددين بموجة رابعة وعندهم إصابات صح الصح بس أنت لما تطلع عمالهم برصدوا وتعاملوا مع فايزر وبنان علي قد تكون ضغوطات مواضحة على فايزر عشان أنت تلعب دور سياسي ما بعرف الحقيقة يعني يعني أنت طعمت فايزر وبنان تظهر حالات وبنان عليه إعلان مش واضح وعندك أنت يعني خلنا نقول البؤر البؤر مين اللي هي التداخل السكاني في منجالات أخرى الفلسطينيين أو الكذل أخذوا الجرع هذول برضو يشكلوا بتهديد أنت لما أجعنا أعطي جائب مثلا شريحة من الناس أنا أبديش أقعد أفتي في السياسي أعطيهم تسعين في المية وناس ما أخذين عشرين في المية طبعا يشكلوا خطر فأنت بتعرفش تضبط الحقيقة أنت بدك تطعم ناسك 70% 80% كل بؤرتك إذن ليش إحنا مقول في برنامج تطعيم الوطني اللي عنا لاجئين وعنا ضيوف وعنا دبلوماسيين عادتهم كله مجانا برنامج تطعيم لأن نحن أي طفل مش متطعم بأثر عطفاننا الأمراض المعنية سيئة وبناء علي أنت في عدالة لازم بالتوزيع هلأ أفريقيا هاي جنوب أفريقيا ما أثرتش هلأ أرقامها نعوجت جنوب أفريقيا وسكرت الموضوع لأول مرة فإذا إذا ما كانت تتوقع بتذكر منظمة سالة العالمية أنه الأفريقيا يعني دول نائمة وما كانت يعني هي تشكل خطر إذا بنتشكل خطر تضرب العالم كله الجائح ما رح تنتهي ما رح تنفوته بعدها في 2023 على المتوقع إذا ما دخلت الجائح الأفريقيا طبعا وإذا أي دولة أنانية عندها بأنها تعطي جاليات وما تعطيش من الدولة اللي بتحكي عليها معناته هي بتفكر السيطرة على حالها بالأول هي بتضرب حالها اللؤم في الأول أمش كويس فمعناته أنت بدك تكون عادل وتعطي كل الناس كثير في ناس هلا الرأي البيضاء في تونس لتوفيعة توفيعة توفيعة لتوفيعة لتونس لم تكن برنامج تطعيم لديها لم يكن كافيا لا ما خلوش مطعمين نسبة كويسة وبعدين هما يعني ما كانت الأمور الإجراءات الاحترازية بالطريقة اللي أنت يعني هي مثالية